وخليني هنا هرجع لكاتبنا الصحف الكبير أستاذ أكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع يصححني لو أنه إحنا ووجهنا أو صوضفنا بحجم شائعات أكبر من ده حتى بعد 67 إزاي أستاذ أكرم؟ أهلاً أستاذ إزاي الحياة لكله تمام؟ يعني هذا الوقت ده تمام قل لي الحقيقة أنه هذا الوقت يعني القرار المتحدى جاي بوقته تماماً لأنه الموضوع أجاوز فكرة ليب فيه أكاذيب طول الوقت كان فيه أكاذيب وفيه يعني حرب نفسية وكده فعلاً ما كانش في أي وقت من الأوقات هذا الكم من من الأخبار المغلوطة أو الأنصاب الحقائق كمان ودي الأخطر الأخبار الملونة وغيره فالحقيقة أنه إحنا في عصر المعلومات فيه سرعة في إجابة في غيره فضحة الشائعات يتم بالمعلومات وده الدور الحقيقة اللي قررته الشركة المتحدة وهو دور مهم لأنه أوزيني النهاردة فيه معلومات غلط أو معلومات منقوصة أو شائعات كل يوم تصورات لكسر نفس الناس وتصوير حاجات غلط أو يأخذ جزء من المعلومة ويدربوا بعقبية أكاذيب وشائعات والحقيقة أنه ممكن يبقى بعض صحيح الشام المصري على مدى السنوات اللي فاتت الحقيقة كسر هذه الحواجز وكان فيه درجة ما من الوعي لكن خلينا نقول أنه أحياناً بيبقى المتلقي معذور في أنه مش لاقي المعلومات الصح أو مش لاقي معرفة الصح في أنه المعلومات غير المعرفة وغير الوعي وغير القدرة على التحليل ودي موضوع يعني بيتم من خلال جهات وعلم وتفاصيل كثيرة ممكن يتسرب داخل الأشياء زي ما بيسربوا المخدرات كده في البضاعة أو غيره اللي بيهربوها هو نفس الشيء هو بيهرب الشائعة والأكذوبة جوه بعض المعلومات عشان كده أنه الدور المتحدة مش بس في نشر المعلومات الحقيقية بسرعتها وفي وقتها لكن كمان تقديم تحليلات وتقديم معلومات وإحنا مش بنتكلم هنا أنه في فرق بين الشائعة والرأة الآخر لأنه الرأة الآخر ده طبيعي أي حد عنده منطق أي حد عنده ممكن يبقى مختلف أو متفق لكن على الأقل بيبقى فيه عقل وبيبقى فيه معلومة حقيقية لكن اللي بيحصل أنه ما بيجيبش معلومة حقيقة إما أنها شائعة لإيقاع الناس في بعضهم ده حتى مجالات زي الرياضة تحولت لحروب أهلية ومحاولات الإيقاع بين الناس وبعضيها يعني على مدى عقود كان فيه الأهلي والزمالك والترسانة والمحلة والإسماعيلي والاتحاد كان الناس بتستمتع وتختلف وتستفق في سياق الروح الرياضي النهاردة بقى فيه اتهامات باشعة جدا أنه الدولة بتقف مع الفريق فلاني ضد الفريق فلاني فيه استقطاب إلحق فكذا كل قرار تفسير كل غير حتى الرياضة اللي هي متعة وروح رياضية تحولت لي محاولات الدخول فيها لحرب لأن تدخل في جمهور وإحنا عارتين أن الرياضة ما فيهاش التحليل أو العقل لا فيه طبيعي انحيازات وده معروف في كل العالم لكن ازاي بقى ندخل في ده ندخل في الفن ندخل في اللقاء بين الناس وبعضية محاولة تصوير وضع الناس في دفاع ضد حاجات موجودة أو مشروعات أو قرارات أو غيره مع أن كل شيء معلن وفيه طول الوقت بيانات ومعلومات ورد على شاعات لكن الحقيقة هذه الكثافة أنت عشرت في الأول هذه الكثافة غير معهودة والحقيقة بيستفيدوا من سوشيال نيجيا بيستفيدوا من عاصل المعلومات من علوم الحروب النفسية الحل هنا مش أن احنا يعني بعض الناس برضو هيردوا على ده ويقولوا ألحق ويعملوا لا هو الفكرة أن احنا نقدم الحقيقة خالصة نقدم التحليل الممكن من خلال الرأي والرأي الآخر نقدم الوعي العام من خلال بالنقول لك المعلومة هي أو الوضع يعني ضح بالشائعات بالمعلومات وبالمعرفة وبالتحليل وبالفضرة على تقديم الحقيقة وده ممكن ومتاح وبطراحة يعني على مدى السنوات اللي فاتت كم في نجاح سواء من المتحدة أو لي كثير من المنصات المصرية خلينا نقول كانت متعبة جدا ومؤذية لمطلق الشائعات لأنه هو بيطلع ما عاوزين نرجع للي قالوا على قناة سويس نقول للي عنه في كرونا وإزاي نتكلموا في كرونا إزاي أنه مصر دي الناس بتموت وكذا ومع ذلك اتطلح أن التجربة المصرية متقدمة جدا في الوقت اللي فيه دول كتيرة متقدمة هتزت ووجه مشكلات كثيرة فأنشوف تجربنا شوف اللي تقال على الإصلاح الاقتصادي على الأسعار على غيره فيه غلا وفيه كلام وفيه أزمة عالمية منتكلم في ده وفيه إجراءات مالية وإجراءات بانجية وغير وموجودة في كل دول العالم إحنا بنقول إيه نطلع الناس على كل دول العالم مش بقى مقارن الدخول أو غيره لا إحنا بنتكلم على حق موجودة وخريطة مفروضة مصر كان فيه خلال السنوات اللي فاتت والإقليم كان فيه مصر فيه النهاردة بتتخذ إجراءات والعالم فيه هل ديه انعكافات لسياقات وصراعات عالمية ولا إحنا فيه جزء عندنا ممكن أن يكون فيه اختلاف واتفاق فجهات نظر فيه حوار وطني النهاردة الناس تقول حقيقة حتى الحوار نفسه لم يسلم من إنه يقول لك إلحى ده بيقولوا ده من موقع ضعف أو من موقع بالعكس ده من موقع قوة لأنه الدولة بقت موجودة فيه نياقة وقوة فيه استقطابات فيه موجود فيه النهاردة ناس بترجع وناس بتتراجع وناس بتعيد النظر وناس بتعمل مراجعات في الوقت اللي بيتبلور طيار فقط واحد هو نفسه اللي بيفرس الإرهاب وكان بيحرد عليه وكان بيفرحه بالعمليات الإرهابية في الوقت اللي جيش والشرطة الأبطال كانوا بيواجهوا ده الناس واجهت الإرهاب نفسه كان بيلعبه وكانوا بيحولوه لبعض المنصات برا بيحولوه لأنه معارضة أو أراء اللي بيحمل سلاح فهنا دي كلها تفاصيل أعتقد يعني الحمد لله الشعب المصري على مدى السنوات الفاتحة ما كانتش البلد تمرت بهذا الشكل ودايما الرئيس عن فتاح السيسي يقول أنه الشعب المصري اللي تحمل الإصلاح الاقتصادي وكذا وهو القادر على التحمل والشعب قادر حتى لو فيه أزمة زي ما كان في الحروب قبل كده بيقف تماماً وبيعرف أنه الفرق بين الدعاية أو الشائعة وبين الحقيقة أو المعلومة وأظن أنه اختبارات السنين اللي فاتت بتشيل ده حتى اللي عنده وجهات نظر مختلفة بتقولها في السياق إنها مدركة وتبعد تماماً وتعرض تماماً أنه هذا سيار الإرهابي غير قادر على التفاعل غير منتمي إلى ده ما بيتكلمش على أرض أو على وطن أو على غيره ممكن يدور على أي أحلاف أو حتى لو الشيطان مقابل أنه يضر كأنما هذه البلد أما تقع هم يستفيد هو في الواقع لم يستفيد إلا الشياطين لكن الواقع إنه المصري المدركين ده ودور المتحدة أنه بتقوي هذا الشعور تقدم المعلومة السليمة والتحليل السليم والوع بالتأكيد ده يعني خطة عظيمة وزمن تعشر ده مش بس في الكلام أو في الرب لا دي تحليلات وفي دراما وفي معرفة وفي سينما وفي لازم ده كله يبقى ده ومصر طول عمرها من أصفى لده لأنه إحنا في زمن في زحام وتقاطع وصعوبة يعني كل يوم ومصر تتعرض لآلاف الشائعات بشكل مستمر وبعضها بيبقى بعيد عن العقل والمنطق وبعضها بيكون نصف معلومة أو شائعة وبيصرفوها للأسف لبعض المنصات اللي قد لا تدرك قيمة ده وتتورط في أنها تدعم هذا الشعور لتجاه الأمر صحيح صحيح أنا بشكرة جدا كاتبنا الصحفي الكبير أسيس أكرم الأصاص رئيس تحرير اليوم السابع ترجمة نانسي قنقر